أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل ثمانية جنود في تفكير ناقلة جوند خلال المعارك بمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة أوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخ مضاد على عربة مدرعة بها ثمانية جنود وضباط في غزة فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع المقاتلين بداخلها وقتل الثماني على الفور واحترقوا داخل المركبة وأكدت الوسائل أن الجيش أبلغ عائلات ثمانية جنود إسرائيليين بمقتل أبنائهم في معارك قطاع غزة بعد إصابة أليتهم بصاروخ مضاد للدروع اشتركوا في القناة